السلام عليكم ورحمة الله المسيح عليكم الخير مشاهدين الكرام والنشرة الجوية لاحظنا ارتفاع في درجات الحرارة عن الأيام اللي طافت بلغت درجة حارة العظمى اليوم في مطار الكويت 32 درجة مئوية بينما بلغت العظمى في مدينة الكويت اليوم 30 درجة مئوية في الجهرة كانت 33 درجة مئوية أما الطقس الحالي في مدينة الكويت فطقس معتدل حاليا ودرجة الحرارة الحالية 25 درجة مئوية ورطوبة نسبية حاليا 30% الرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 10 كيلو والهوى حاليا منتقلب الاتجاه إلى جنوبي شرقي خفيف السرعة سرعتها 5 كيلومتر في الساعة صورة القمر الصناعي توضح سماء صافية حاليا من القيوم وما زلنا تحت تأثير منخفض جوي متوقع أن نكون تحت تأثير مرتفع الجوي باتش إن شاء الله بعد الظهر أما الطقس المتوقع حتى منتصف هذه الليلة سيكون طقس معتدل ورياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 5 إلى 20 كيلومتر في الساعة درجات الحرارة متوقع أن تكون ما بين 22 درجة مئوية إلى 24 درجة مئوية سيتحول الهوى إلى شمالي قربي صباح يوم الخميس إن شاء الله سرعتها ما بين 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة خفيف إلى معتدل والطقس سيكون معتدل أيضا ما بين درجات حارة ما بين 17 درجة مئوية إلى 22 درجة مئوية لاحظ درجات الحرارة على الجزر الجنوبية 22 درجة مئوية فيهليشة 21 درجة مئوية جزرنا الشمالية 20 درجة مئوية أما باتشق الظهر إن شاء الله فارتفاع طفيف في درجات الحرارة سيكون على أيام الإطافة متوقع أن تكون درجات حارة العظمى ما بين 33 درجة مئوية قد تصل إلى 36 درجة مئوية خاصة بالمناطق القربية ساعة ثلاثة بعد الظهر إن شاء الله ستكون درجات حارة ما بين 31 درجة مئوية إلى 32 درجة مئوية 29 إلى 28 درجة مئوية على السواحل لاحظ درجات الحرارة على الجزر لا تزال أواء العشرينات ومنتصف العشرينات في فيليشة الجزر الشمالية ما بين 29 إلى 31 درجة مئوية ومع لحد الآن درجات حرارة البحر منخفضة علشان نلاحظ درجات الحرارة في الجزر منخفضة عن اليابسة تقريبا فرق 10 درجات بعض المرات تكون أكثر أما الطقس المتوقع حتى مساء يوم الخميس سيكون طقس معتدل أيضا استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السراعة تصل سراعتها إلى 35 كم في الساعة خاصة على المناطق الشرقية من البلاد درجات حارة ستكون ما بين 23 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية حالة البحر المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة خفيفة إلى معتدل يعلو أحيانا ما بين 2 إلى 5 أقدام المد الأول إن شاء الله الساعة 3 بعد منتصف الليل المد الثاني الساعة 2.38 دقيقة بعد الظهر الجزر الأول الساعة 9.5 دقيقة صباحا والجزر الثاني إن شاء الله الساعة 9.35 دقيقة مثلا موعد أذان الفجر قدم إن شاء الله الساعة 4.31 دقيقة شروق الشمس الساعة 5.50 دقيقة أما قروب الشمس في الساعة السادسة أما التقس المتوقع خلال الأيام المقبلة سيكون تقس حار نسبي درجات الحرارة العظمى تتراوح ما بين 32 درجة مئوية إلى 34 درجة مئوية ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتقس حار نسبي خاصة مع الرياح الجنوبية الشرقية درجات حارة الصغرة المتوقعة ما بين 18 درجة مئوية إلى 31 أو 21 درجة مئوية عفوا والهواء راح يكون يوم الخميس والجمعة الشمالي غربي خفيف إلى معتدل ينشط على فترات مثير للقبار على بعض المناطق المكشوفة يتحول الهواء من ابتداء من مساء يوم الجمعة إلى جنوبي شرقي خفيف إلى معتدل أيضا ينشط على فترات قد تصل سراته إلى 45 كلمتر في الساعة بعض الغيوم المتفرقة ستظهر ابتداء من يوم الأحد تتسمر إيانا إلى يوم الأثنين حالة البحر متوقعة خلال السبت والأحد والأثنين مع الرياح الجنوبية الشرقية الكوس قد يصل ارتفاع الأمواج إلى 6 أقدام كانت هذه النشرة الجوية أعزائي المشاهدين ننتقل معكم الآن إلى درجات حارة والطقس نتوقع حول العالم والله تعالى أعلى وأعلم